وصل الرئيس الإيرتريا سياسة فورق الصباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبيا أديس أبابا في زيارة عمل رسمية ولدى وصوله إلى مطار أديس أبابا استقبلوا رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين خلال غامته في إثيوبيا من المتوقع أن يلتقي الرئيس الإيرتريا مع المسؤولين الإثيوبيين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية واجتماع رئيس الوزراء بالرئيس الإيرتريا في مكتبي وأجراء مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكانت إثيوبيا وإيرتريا قد وقعتها اتفاق سلام بعد تعيين الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء لإثيوبيا في أبريل من العام 2018 حددت الاتفاقيات حقبة جديدة من التعاون بين البلدين بما في ذلك إعادة تأسيس الاتصالات السلكية واللاسلكية وصائل النقل وإعادة فتح السفارتين صادق مجلس نواب الشعب الإثيوبيا على الصفقة الموقعة مع جيبوتي لبناء خطأ نابب للغاصة الطبيعية وقعت إثيوبيا اتفاقية في وقت صابق من هذا العام لبناء خطأ نابب ممكنها من نغل الغاصة الطبيعية من منطقة أوغادين إلى محطة التصدير في جيبوتي وفق مجلس النواب على الاتفاقية لأنها تلبي المطلبات الدولية وتسمح للبلاد بتوليد بتوفير عفونا للعملات الأجنبية من خلال تصدير الغاز الطبيعي وصادق مجلس النواب أيضا على مشروع غانون إدارة السجون الفيدرالية كما حال مشروع غانون اتفاقية الاعتراف بغرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها إلى اللجانة الدائمة زاد الصلة لمزيدا من تدقيق أطلع وزير المياه والرأي والطاقة الإثيوبي دكتور سيلاشي بكل للصحفيين على نتائج الجولة الثالثة من المحادثات السلاسية التي عقدت نهاية الإسبوع الماضي عقد الاجتماع يومي الثبت والأحد في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة طريقة ملء وتشغيل صد النهضة الإثيوبي الكبير تفاصيل أوف في سياق التقرير التالي يعتبر الاجتماع الذي يقد بحضور الولايات المتهدة والبنك الدولي كمراقبين استمرارا للاجتماع الذي يقد في العاصمة واشنطن في التاسع من دسمبر 2019 كان اجتماع الخرطوم ناجحا لقد توصلت الدول الثلاث إلى اتفاقيات حول عدة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الثلاث حسب وزير الطاقة والمياح والريد دكتور سيلاشي بقلين وقال الدكتور سيلاشي إن مصر قد تخلت بالكامل عن الاقتراحات السابقة والتي تقول إن علي ثوب عليها اطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياح سنويا والذي لم يستند على أي حكائق علمية كما أنه لا يضع في الاعتبار التغير المناخي الملحوظ في العالم والاقتراح الثاني هو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياح في سد أسوان من الانخفاظ وقال وزير المياح والطاقة والريد لوسائل الإعلام إن خطوة مصر لسحب اقتراحها يعتبر ناجحا كبيرا مضيفا أن مصر عرضت اقتراحا جديدا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق الدول المنبع وأوضح الوزير فإن خلال المناقشة التي وقدت حول فترات الجفاف لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياح المنبعثة ومستويات المياح في السدود واقترحت إثيوبيا إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويا بينما تحتاج مصر من إثيوبيا إطلاق 40 مليار متر مكعب على الأقل سنويا يأمل الوزير في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق في الجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في العاصمة الإثيوبية الدس أبابا وستجتمع الدول الثلاث أيضا في واشنطن في 15 يناير 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد إذا لم يتم التوصل الاتفاق بحلول 15 من شهر يناير فسيتم الاستيناد إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015 حيث تنس المادة 10 على الدول الثلاث بتسوية أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء قال المجلس الوطني لانتخابات في إثيوبيا أنه يستعد لانتخابات العامة للعام 2020 في مغابلة حصرية مع هيئة زاعة فان غالد قال كتتب زوار قلعوض في المجلس أن أكثر من 20 من التوجيهات لما يدادها بعد موافقة البرلمان الإثيوبي على غانون الانتخابات المعدل وغالد أنه سيتم طرح التوجيهات للمناقشة الأسبوع المغبل مضيفة أنه سيتم تعيين من 250 ألف ل 300 ألف مراغب للانتخابات القادمة وأجر المجلس تدريبا على غانون الانتخابات لمسؤولي 6 من مكاتبها الإقليمية 9 وتوظف أيضا رؤساء المكاتب الإقليمية الثلاثة المتبقية وفي غالد بزوارق سيتم إجراء الانتخابات القادمة في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع ويتم طباعة بطاقات الاقتراع وغيرها من المواد اللازمة للانتخابات بتكلفة تقدر بـ 9 ملايين دولار أمريكي حيث تطبع المواد الانتخابية بخمس لقات إثيوبيا ترجمة نانسي قنقر